بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معاشر المشاهد كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا جميعا الصلاة والصيام وسائر الأعمال الصالحات ونسأل الله عز وجل أن يوفقا لاستثمار أيام هذا الشهر الفضيل لاستثمار أيامه لاستثمار نهاره صياما واستثمار لياليه أو ليله قياما وذكرا وتسبيحا حقيقة أخي محمد صالح المسلم في حاجة مسة إلى هذه الأوقات الشريفة إلى هذه الأوقات الفاضلة الفضيلة من أجل التزود بالإيمان والتقوى من أجل التزود بالقربات والطاعات من أجل التزود بالباقيات الصالحات فنحن في حاجة مسة إلى هذه الأوقات الفاضلة في حاجة مسة الاستثمار الحسن الاستثمار الجيد لهذا الشهر الفضيل لا شك أن الإنسان جسد وروح الإنسان جسد وروح هناك من الفلسفات الضالة المنحارفة التي تدعو إلى تقوية البدم إلى تقوية الجسد بالماديات وألوان الغذاء طبعا وأما الروح فمهملة وممن عبر عن هذا التوجه غير الصحيح ذلك الشاعر الذي قال وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام يعني توجه يعبر عنه هذا الشاعر يريد أن يخدم البدن يخدم الجانب المادي الجانب الطيني في الإنسان ويقويه ويغذيه ويوفر له من أسباب التقوية والتقوية بلا حدود وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام ولكن هناك توجه آخر سليم مستقيم رشيد يعبر عن حكمة وفهم وإدراك بهذا التوازن الذي يجب أن يتحقق في حياة الإنسان ويدرك كذلك قيمة الروح التي يجب أن يوفر لها أيضا الغذاء الغذاء الذي يقويها الذي يقربها إلى خالقها جل جلاله فيرد ذلك الشاعر بقوله يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب النفع ممن فيه خسران أقبيل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان يعني لو فصلنا الروح عن الجسد أو حينما تفصل الروح عن الجسد لا قيمة لهذا الجسد بدليل أن أهله الذين يعزونه ويحبونه يكون رد فعلهم بدفنه وكأنهم يقولون بلسان الحال وبلسان المقال أنت لك قيمتك ولك وزنك حينما تكون الروح فيك أما إذا ذهبت روحك فلا معنى لك يدفن مباشرة إلى أن يقول أحدهم وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إلخنتك أركانه إذن هذه الروح الغالية التي لا نملك غيرها نملك كل واحد منها يملك روحا واحدة تحتاج إلى هذا الغذاء الذي يقويها الذي يقربها إلى خالقها جل جلاله ولا يمكن يتحقق ذلك إلا باستثمار هذه الأيام الفاضلة هذه الأيام المباركات أيام رمضان في النهار صيام وفي الليل ذكر وصلاة وقيام وصحر ممكن كثير مننا قد يفوته الدعاء في أوقات الصحر في سائر الشهور وكثير مننا أيضا ربما لا يستيقظ قبل الفجر ليصلي لله ركعتين أو يؤخر صلاة وطره إلى ما قبيل صلاة الفجر ليختم صلاة الليل بصلاة الوطر كما يعلم الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الأيام المباركات يقوم المسلمون رجلا ونساء صغر وكبارا إلى وقت الصخور ثم طبعا يصلون صلاة الليل يتهجد هناك ما يتهجد هناك من صلاة الأقل ركعتين أو أربع ركعات ثم يصلي صلاة الوطر ثم يتسحر ثم يستعد لرغبة الفجر وصلاة الفجر وصلاة الصبح هذه أوقات شريفة جدا وارتباطنا بكلام الله عز وجل أيضا هذا غذاء آخر غذاء آخر القرآن كلام الله عز وجل كما قال عثم بن عفان والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا فكيف يشبع الحبيب من كلام محموبه وهو غية مطلوبه كلام الله عز وجل كلام الله يكفي أنه كلام الله عز وجل سيدتنا بالقرآن تكون قوية خاصة في هذه أيام المباركات نستمع القرآن الكريم في صلاة الترويح مع الإمام لمن يصلي في المسجد أو لمن يقوم الليل بمفرده في البيت كبعض النساء وبعض الناس الذين لهم أعذار وكذلك ساتن بالقرآن الكريم من خلال الورد اليومي الذي يربطنا به والحمد لله هذا مظهر صحة في أمتنا الآن يعني الكثير الآن يقول كالآن قربت على الختمة الأولى وهناك من دى الختمة الأولى مع نهاية الأسبوع الأول من رمضان يعني هناك تنافس كبير جدا تنافس شريف في هذا الباب إذن صلتنا بكلامه الله عز وجل يغذي روحنا يقوي روحنا يقرب أرواحنا إلى الله عز وجل ويصف نفوسنا وصفاء النفس وقوة الروح وهذه في الحقيقة مقاصد من المقاصد الكبرى لدين الحنيف يكفي أن نتذكر بأن هذه الروح إذا كانت مؤمنة تقية مرتبطة بالله عز وجل إذا كان ذلك القلب موصول بالله عز وجل لإنسان يسعد بأيامه يسعد بلياليه يستثمر هذا الشهر الذي نسميه شهر الاستثمارات شهر المشاريع الاستثمارية مع الله عز وجل في الطاعات والقربات وفي الباقيات الصالحات إذن وفي النهار أيضا وأيام هذا الشهر يعني طويلة والحمد لله نحمد الله عز وجل ونشكره يعني صحيح أيام الصيام في الشتاء سهلة ربيع المؤمن كما قال نبي صاصم ولكن وكما قال الصحابة أيضا ولكن هذه الأيام طويلة ولكن أجرها أيضا كبير تمحيص للإيمان وتقوية للقلوب وشحذ للهمم وإعلاء لها وتقوية لها إذن هذه الأيام الشريفة الفاضلة هذه الأوقات الفاضلة لابد أن نحسن استثمارها ونستثمر يجب أن نستثمرها تغذية لروحنا وتقوية لأرواحنا وتصفية نفوسنا وتطهيرا لقلوبنا وهذا كله يقرب إلى الله عز وجل نسأل الله أن يوفقنا لإتمام هذا الشهر الفضيل صياما وقياما وإكثارا من الباقية الصالحة اللهم أعلم